أشادت اللجنة العليا للأخوة الإنسانية بزيارة البابا فرنسيس التاريخية للعراق معتبرة إياها لحظة مهمة للعالم وتعزيزا حقيقيا للقيم التي تدعو لها وثيقة الأخوة الإنسانية ووصف عضو اللجنة ورئيس جامعة الأزهر الدكتور محمد المحرصاوي زيارة البابا بأنها كانت بمثابة تضميدا لجراح الشعب العراقي بعد سنوات الحروب والدمار وخير رد على دعوات الكراهية والتطرف التي أزهقت أرواح الكثيرين وشردت الملايين من الأبرياء وأشاد معالي محمد خليفة المبارك رئيس دائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي بنتائج الزيارة التي عكست إيمان قداسة البابا فرنسيس بضرورة تطبيق مبادئ الأخوة الإنسانية وترسيخ السلام والتلاحم بين المجتمعات